أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجاء ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي سيدي ومولاي الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام زيارة مني ونيابة عن مولاي صاحب العصر والزمان وعن والدي ووالد والدي وأخوتي وأخواتي وجيراني وأهل بيتي وأصدقائي حيهم مع ميتهم وعن الخصوص من قلدنا وأوصانا بالدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى السلام على ولي الله وحبيبه السلام على خليل الله ونجيبه السلام على صفي الله وابن صفيه السلام على الحسين المظلوم الشهيد السلام على سير الكربات وقتيل العبرات اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وذائدا من الذاذة وعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فعذر في الدعاء ومنح النصح وبذلا مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرض للأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكاس وتغطرس وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملت الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء أشهد أنك أمين الله وابن أمينه عشت سعيدا ومضيت حميدا ومتفقيدا مظلوما شهيدا وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذم من قتلك وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلماك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه بأبي أنت وأمي ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجزك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها وأشهد أنك من دعائم الديني وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن للا إمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقين بشرائع ديني وخواتيمي عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم فمعكم معكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين اللهم فكما رزقتنا في الدنيا زيارته فارزقنا في الآخرة شفاعته وشفاعة أجداده وأبائه وأبنائه الطيبين الطاهرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما